كوشنر صديق الصديق الصديق الصدوق لمحمد بن سلمان. او صديق مسئول الحليب عند محمد بن سلمان. جاءه اتصال من محمد بن سلمان. مش كوشنر الاتصال. خلي بالك. يا كهد المريب يقول خدولي. قال له احنا الحقيقة ما اعملناش العملة دي. قال له لأ. فقام جايب له حسب الخبر تفاصيل نشارتها انضم الى المكالمة جون بولتن. هو متشارة امن القابل. يعني التليفون موجود. قال له مين معايا قال له محمد بن سلمان. قال له ايا محمد قال له لا مش انا ما عملتش في الموضوع ده وبتاع. بعد منها وزير الخارجية رسميا اتصل بمين محمد بن سلمان وقال له معلش مش هنقدر نساعدك. قال له مش هنقدر لن يكون قادرا على الالتفاة في حولهم. يعني مش هنقدر نساعدك. جي ترامب قال لك ايوة مش يعني احنا اه العملية واضحة. ترامب قال لك انه يا جماعة الخير انه اه الراجل دخلا الى السفارة ولم يخرج منها. كان ده اوتراك مبارح والنهار ده تاني موجود. وبالتالي اكد اردوغان ما ذهبنا اليه منذ اليوم الاول. انا على باب السفارة. قلت القنصلية قلت ان جمال دخلا وعليهم ان يخرجوه. ده الكلام في يوم الجمعة. الوقفة. قال لك لا يا عم ده مش جوة ده خارج ده نط ده. نفس اليوم ده كان كلامي منقول عن مسؤولين اتراك. بعد كده نفس الكلام. جي الرئيس اردوغان وقال لك الجملة الشعيرة. يقول لنا خرج انت. صح? او يخرجوه. بخرجوه. جيت رام قال لك انه خرج دخلا ومش يعني في الغالب مش هي ايه? ما خرجش. وبالتالي فسألوه بقى السؤال الجوهاري. طب هتعمل ايه بقى? هلها هتمنع عنهم التسليح? قالوا لا. التسليح لا. كله قول لك كده. لانا اصلا مبسوط قوي. وفي الغالب وسجل على زوبع. في الغالب وسجل على زوبع ارجع لي بالشاشة. في الغالب وسجل على زوبع ان ترامب علماء علم اليقين بالعملية وسكت عنها ليستفيد منها. انا بقول لك بنسبة تسعة وتسعين في المية. وان الحديث المتكرر عن لازم يدفعوا لاننا بنحميهم ما كانش لسلمان كان لابن سلمان. خلاص يا عم? مبسوط انت كده? جزء من الحديث اللي بيقولوا عن انه سلمان وكلمته? كان مرتبطا بما سيجري وليس بما هو جارن. خلي بالك بنقدر انه مهم. فترامب قال لك احنا هنعاقبهم بس يعني احنا نعمل ايه طيب بقول لكم ايه? آآ السلاح لأ. لانه ده قرص صعب بالتلاع عنه نشان نقدر ان نبلع الحكاية. ده بيدفعون مية وعشر او مية وخمستاشا مليار دولار للسلاح. والسوق في ناس برا. هياخدوا مننا الصافقة. وعندنا موظفين. السعودية تعلم ذلك. ومحمد بن سلمان عن قصد وعمد قتل جمال خاشقجي لانه قد رتب فيما يبدو. مع دوائر امريكية كما رتب من قبل لازاحة ابناء عمه وعلى عصول محمد بن نايف واعتقال اقاربه. واخذ مليارات الدولارات منهم. وحبسهم في السعودية حتى هذه اللحزة. ومن المناسبة بقى على الهامش شركة الطيران اللي طلعت الطيارتين اللي جم. دي. الشركة دي كان بيملكها بعض رجال الاعمال وانضمت بقت شركة ايه? حكومية تحت خيارة محمد بن سلمان. فيعني الهم طايل محمد بن سلمان طايله. انما ليهمني ان ترام تاجر سلاح تنعي وفاة والده ويصلح احزين. قال لك لأ. العملية دي مش كويسة. احنا رايز ان نعرف اللي بيحصل ايه? واللي حصل. يدري تماما. ولديه علم كامل بما جرى داخل السفارة. وان لم يكن لديه علم بانه هيتقتل? طلع قال لك جملة مفيدة تقالت في وص الكلام ده. كان عندنا علم باختطافه. انه وكانش عندنا علم بقتله. يا زلاتي النبي يا زلاتي النبي. ايه البلاغة دي يا ولا? قال لك انه المعلومات كانت انه ممكن يتخطف. طب مبلغتوش ليه? لانه كان يجب ان انا بلغ بن سلمان ان احنا عندنا علم بانه فيه اه 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 احنا هان ايه? بتفكر ان انا بتحك. لكن هي دي الحقيقة.